وخلال انتفاضتهم الأخيرة وظف الإيرانيون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رأيهم والتنسيق فيما بينهم لتنظيم المسيرات والمظاهرات في أكثر من مئة مدينة إيرانية وهذا ما شكل هاجزا لدى النظام الذي قام في المقابل بقطع خدمات الإنترنت وحضر المواقع لأن الشباب الإيراني دائما ما يجد الحلول البديلة مواقع التواصل الاجتماعي هي منبر من لا منبر له خصوصا لدى الشعب الإيراني الذي اعتمد بشكل كبير على تطبيقات الهواتف الذكية في حرية التعبير والاحتجاج ضد الفساد سلاح وظفه الإيرانيون في انتفاضاتهم الأخيرة لتقضية الأحداث ولتشكيل آليات تنسيق بين جموع المحتجين في مختلف المدن ونتيجة لذلك تعرض النظام الإيراني لضربة موجعة وفشل في إخماد المظاهرات المستمرة حتى اليوم وفي اللحظة التي لم يتمكن النظام من السيطرة على الأوضاع قرر قطع خدمات الأنترنت وحضر مواقع مهمة بالنسبة للمحتجين كالتليجرام والإنستجرام حيث لعبت دورا محوريا في تغطية الأحداث في ظل غياب الفيسبوك والتويتر الذين تحضرهم السلطات منذ عام 2009 لكن الشباب الإيراني لم يأس واستعان بأدات جديدة وهي برامج فك الحظر وتدافع المحتجون على استخدام تلك البرامج حتى أعلنت شركة ماذربورد يناير الماضي أن الإيرانيين سجلوا رقما قياسيا في تحميل برنامج سايفون لفك الحظر وأن نسبة تحميل البرنامج ارتفعت إلى 165% ووصلت اشتراكاته من 35 ألف مرة في اليوم إلى 700 ألف مرة هذه الأدوات الجديدة على الانتفاضات الإيرانية شكلت نقطة ضعف بالنسبة للنظام ونقطة قوة للشعب الإيراني المغلوب على أمره إذ تمكنوا من توثيق أساليب القمع التي تتبعها السلطات وهذا ما أخرج المجتمع الدولي عن صمته لإدانة وحشية النظام كما سعد ذلك التوثيق الهيئات والمنظمات الدولية في صياقة تقاريرها من خلال رصد ما يتم نشره خلال الاحتجاجات إذن فإن مواقع التواصل صارت بمثابة العدو اللدود بالنسبة للنظام ومع اقتراب احتفالات رأس السنة الإيرانية والتي من المتوقع أن تتضمنها احتجاجات عارمة مناهضة للنظام فقد وضعت السلطات الإيرانية قواتها في حالة تأهب ليس ميدانيا فقط إنما على المستوى التقني أيضا حيث يتوقع الإيرانيون إعادة حجب المواقع ونصب أجهزة قطع الانترنت في ساحات الاحتجاج